عاد قضاء مخمور التابع لمحافظة نينوى إلى واجهة الأحداث مجدداً بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية من انسحاب مسلحي تنظيم بيكاكال مصنف إرهابياً بشكل مفاجئ وترك مواقعهم التي كانوا يتحصنون بها في جبال قراجوغ المقابلة لقضاء مخمور انسحاب نحو أربعمائة عنصر من مسلحي حزب العمال الكردستاني مع أسلحتهم وترك مواقعهم وتوجههم إلى جبال قنديل على الحدود بين العراق وإيران جاء بناء على تفاهمات بين الحكومة في بغداد وقيادة بيكاكا بحسب مصادر أمنية هذه التفاهمات سببها الضغوط التركية المتواصلة على بغداد حيال انتشار مسلحي بيكاكا بحسب المصادر وبمعنى أوضح لمنع حرج حكومة السوداني التي تعهدت بمنع اتخاذ العراق قاعدة لإطلاق هجمات ضد دول الجوار وخصوصا بعد أن تم إجلاء المعارضة الإيرانية الكردية المسلحة من شمال العراق لكن هل تم انسحاب مسلحي بيكاكاب الفعل؟ هذا ما نفته مصادر سياسية من أربيل اعتبرت الانسحاب شكليا فقط وغرضه التمويه من أجل إعادة التموضع ضمن بيئات جديدة بعيدة عن دائرة الاستهداف التركي حكومة السوداني بتنسيقها لهذا الانسحاب قدمت حماية لتنظيم بيكاكا من الاستهداف التركي الذي شل حركة التنظيم فلابد من تأمين منطقة أخرى له حتى تكون منطلقا جديدا لشن هجماته التي تخدم المشروع الإيراني نهاية الأمر إذ إن تنظيم بيكاكال مصنف إرهابيا يحمل مشروعا تخريبيا عابرا للحدود يبث الفوضى في دول المنطقة ويمهد الأرضية للمد الميليشيوي الإيراني